يبدو أن ظاهرة الإسلاموفوبيا العنصرية في طريقها للعودة إلى أوروبا والغرب مجدداً بعد أن خف سعيرها إثر مجزرة مسجد النور في نيوزلندا عام 2019 التي نفذها الأسترالي برينتون تارانت الذي يدعم إيديولوجية اليمين المتطرف ويتبنى سياسة معادات المهاجرين وسقط فيها أكثر من مئة مسلم بين قتيل وجريه فقد تصاعدت مؤخراً أعمال العنف ضد المسلمين والإسلام فبعد ساعات من حادثة إحراق نسخة من القرآن الكريم من قبل أحد المتطرفين في مدينة مالمو بسويد قبل أيام قليلة والتي اندلعت إثرها احتجاجات كبيرة من قبل المسلمين الغاضبين أقدمت مشاركة في تظاهرة مناهضة للإسلام في العاصمة النرويجية أوسلو في الثلاثين من الشهر الماضي على تمزيق نسخة من القرآن الكريم كما قام المتظاهرون المتطرفون بشجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحسب ما نقلت شبكة يورنيوز الأمر الذي فجر غضباً هائلاً في صفوف المسلمين ويرى مراقبون أن أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة تسعى من خلالها كذا اعتداءات ضد المسلمين والإسلام ضمن برنامجها المعادي للهجرة والمهاجرين تسعى إلى خطاب يحد من الهجرة وخطر المهاجرين بحيث تصور المهاجرين كأهم تهديد للهوية الوطنية والبطالة والجريمة في أوروبا فيما يرى آخرون أن الأعمال العدائية ضد الإسلام والمسلمين تتعدى مآرب أحزاب اليمين المتطرف لتشكل نهجاً واضحاً لحكومات كما هو الحال في بورما والهند نهج على الرغم من ارتفاع أصواته توثق الكثير من التقارير الغربية ازدياد نسبة الراغبين بالدين الإسلامي وهو ما يؤكد متانة هذا الدين واستحالة إبادته والمؤمنين به يا ربي الله